والله 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 حرقنا حرقنا ثيابنا والذفين عليها بشاتويت الماضي انا صدام حسين الجيسي من قرية جوبكاس من ريف حنبة الجنوبي عندي يدعش ولد ونزحنا من تحت الضرب من ريف حنبة الجنوبي وجينا نزحنا على جبل كله هن وقاعدين بها الخيام يعني تقريبا احنا اربع ملايين نسمة اللي اتهجرنا من بيوتنا من تحت الضرب ومن تحت القصف ومن المشاكل هاي قعدنا بالخيام الخيام ما تفيد ما تفيدنا لا من المطر ولا الشمس ولا الهوى ولا ابدا بالشتوية يعني المي يدخل عليك من فوق واذا دك شق الصوبة بقلبها يعني الصوبة حتى يعني ليها مطرح ما تنفيس هوا ما بي تقوم تلب الخيمة لبت الخيمة وحرقت البلنت هين عندنا بالمخيم واحترق الدكان واحد اخي وعنا هين بالمخيم بالمخيم والله 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 حرقنا ثيابنا ودفين عليها بشها تفيت الماضية تدفي امابي راحنا جبنا تياس نايله ذا لنحطنا على الشبابيك المترين بثلاث قمنا تشدرنا من جو الخيمة مشان المطر ما يفوت الجو على الخيمة نحنا ننام أنا وأمهم والبناتها خيونا نام بخيمة وعنا الولادة الكبار عندي أربعة خمسة كبار عمرهم من 17 إلى 14 ينامون بالمطبخ هاتو تحكي والله اسم عدي قصي برزان أحمد صيف الله علي حلة عايشة منتهى وإناس ونسيت والله متين واحد النوب ما عارفهم بعضهم والله ما عارفهم من كثرة قاتلنا والله مثل قاتل الطير لا والله الطير وجوز يشبع أكثر نتأمل أمل بأله نتأمل يعني رجع على بلادنا يمكن أن يحط 99% ما نرجع لها لأنه ليش من الأنفس أنفسنا ما يكويساء الأخ ما يريد الخير الأخوه ثانياً الجار ما يريد الخير الجاره ثالثاً يعني ما عارف بش بدي أقول لك والله ما عارف تحكي 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 اشتركوا في القناة